مساء الفل الحقيقة لما تشوف ان الجزائر طلعت تصريح قالت لك احنا بنرفض ان القبائل تتسلح طب ايه التصريح ده؟ الرئيس عفتاح السيسي كان قال في الكلمة بتاعته لما قال الخط الاحمر لما حدد الخط الاحمر صرته الجفرة في ليبيا وقال محدش يعدي الخط ده هدد ان هو لو حد عدى لأ احنا بقى ممكن نسلح القبائل الليبية اللي موجودة في الشرق الليبي ونخليهم كوة كبيرة جدا مش بس كده الراجل قال لك سيخخش القوات المصرية مع قبائل الليبيا يعني كوات المصريية مثلا مش هتهجي مع ليبيا لوحدها لأ يالما تخش على ليبيا ستخش معها القبائل الليبية ميلا مع جووش التصريح ده الرأي صعب محمية توبا ده رئيس الجزائر طيب هالا في التصريح اللي هو قاله اي حاجة مقالش احاجة هو راجل بيقول يا جماعة أنا مش معه ان انتوا تسلحوا القبائل الليبيا ليه انا دي هتبقى زي الصومال يعني او هتبقى زي سوريا هتبقى حرب اهلية القبائل دي لما تضرب في بعض الموضوع مش هنحصر بقى ان انت هتحرر ليبيا وخلاص لا الموضوع ممكن الناس تمسك في بعض بعد كده يعني هتبقى حرب اهلية حرب اهلية والقبيلة دي تمسك مكان دي وكده طيب رئيس المصري بيقول كده ليه خلي بالك الجيش هو داخل دي مش بلدهم يعني خلي بالك المصريين وهما داخلين ليبيا لو دخلوا ليبيا دي مش بلدهم فلازم ان هما يستعينوا باهل البلد اهل البلد اضراب شعبها وتاني حاجة دي بلدهم انت مش داخل تعتدي عليهم انت جاي تساعدهم فنظرية كلها ده كان قصد رئيس عفتاح السيسي طيب ايه قصد رئيس الجزائري رئيس الجزائري الراجل قال تصريح مفوش اي حاجة يعني الراجل كان مؤدب جدا وقال يا جماعة انا برفض السيناريو ده عشان ده مش فأنا شايفوه مش صح الجزائر بتقول كده ليه الجزائر بتقول كده لان هي على حدود ليبيا يعني فاي حاجة بتحصل في ليبيا اول واحدة بتأثر هي بقى لك انت خط الاحمر يبعد عن الحدود المصرية الف كيلو متر بالنما الجزائر على حدود الليبا عطول يعني اللي بيحصل في ليبيا تأثر في الجزائر على طول وبقى لك ده فيه متسللين من الميليشيات دول يتسللوا للتونس والجزائر يعني ما ما تفتكرش الموضوعه سهل يعني الراجل خايف على بلد والراجل مغلطش في حاجه يعني الراجل مقالش مقال쳐 حاجة مظلط هلي اسكتوا لا سواء هنا سواء هنا يعني سواء الجزائريين سواء مصريين كله بقى ايه ارفع لي بقى التصريح ده وحولهولي تحوير في الكلام وشعلالة في الموقف وليه ليه ايه اللي حصل وهو الراجل على فكرة خلي بقى رئيس الجزائري ده من ساعة ما جيه وهو طفق مع الرئيس عالفتاح السيسي في حاجة كتير يعني هو شايف من رئيس عالفتاح السيسي صح وشايف ان تدخل التركي ده غلط اصلا فما تفتكرش نهوه ضد مصر او ضد السيسي او كده خالب قال رأيه الراجل قال رأيه بس تحوير بقى التصريحات شعل في الموقف اه لأ وزارة الدفاع الجزائرية مطلع بيان قالت لك يا جماعة لو سمحتوا ما تحوروش التصريحات الراجل ما قالش كده الراجل قال انا بس بارفو بتسليح القبائل اللي بايه ده الراجل قاله كده بس ولا زود كلمة ولا قال الكلمة الراجل كان صريح جدا تمام خلصنا كده التصريحات السياسية ماشي بص النقلة اللي جاية دي انا لازم انقلها انا عارف ان انا قناة سياسية وما يفعش تكلم في الرياضة بس اللي حصل في الجزائر والمغرب انباح كان صعب طلع كابتن فاروق جعفر وقال لك الفرق المصرية كان بتكسب بالحكام حل؟ طيب وهو بص الناس كلها سايبة فاروق جعفر ومسكة في الموزيع يعني فهم ازاي يعني الناس مش مركزة مع فاروق جعفر قوي شايفة ان الموزيع ضخم موضوع لان الموزيع مثلا مش سابه يتكلم كده هو الراجل قاعد بقى يسأله ويفتح معه في مواضيع بحيس ان هو الراجل يقعد يتكلم اكتر فهم ازاي؟ فهلا كلها احنا الحكام دول كانوا بيجاملونا وبتاع بص غني اقول لك حاجة بس زمالك مع فاروق جعفر ما فزوش غير ببطولة واحدة بس في افريقيا او بطولة المجملات والكلام ده كله الراجل كان قاعد وحب يقول كلمة وخلص تفهم ازاي؟ وفكرة بس عاوز اقول لك حاجة الراجل لما كان بيتكلم كان بيتكلم في اخر البرنامج يعني هو في الاخر وهو بيقفر الراجل رمى كلمة كده فالتاني اه طلع بقى التاني بقى ايه مسك فيها يعني ايه قال لي بالأك ان الموزيع مسكتش قال له يعني انت اصدق النادي الاهلي يعني الراجل بيتكلم على النادي الزمالك الراجل بيقول لك احنا كنا بنكسب بالحكام ماشي؟ ده راجل زمالك ويه بيتك نادي الاهلي? هو مال وهو مال نادي الاهلي. فبقى فاروق بعفر. اما علي عليه? قال له لأ. ده انا قصدي فرقة كلها المصرية. يا مهاري السود. ايه اللي انت بتقوله يا? الموضوع موقفش بس كده. مزيع? اللي علي عليه. قال له ايه? التادي يسأل اكتر واكتر واكتر. فالتاني التادي يسترسل في الكلام اكتر. فقال له لأ ده خلي بالك بقى ده احنا اصلا في كاس العالم تسعين. احنا كسدنا بالحكام. ده كان في كورة دخلت في الجنب بتاع مصر سنة تسعين. وحكا ما حسبهاش. بس. بص هو الحد هنا ماشي. بس اللي بعد كده مش ماشي. مين اللي مسك? انت كنت بتلعب مين سنة التسعين? جزائر. شفت بقى? انا عاوز اقول لك التليفزيون الجزائري مبارح لو كان يطول يقطع البس ويطلع هوا عشان يزيع تصريحات فاروق جعفر كان هامل كده. انا عاوز اقول لك الدنيا مقلوة في الجزائر. الجزائرين على اخرهم. مش لحاجة بس هما شايفين ان انضعت رف راسب من واحد او كان لعيد في المنتخب مصري وبيعترف ان مصر كان بفوز بالحكام. فاخدين بقى بص. وتاني حاجة خلي بالك. هما هناك زي انا. يعني هناك ايه? يعني مفيش اجواء ريضية. فالدنيا هناك هس. فايه لقى تصريح جايله من الهوى. تعالي بقى. فاهمت ازاي? فمسكوا في التصريح ده انا عاوز اقول لك الدنيا مقلوة في الجزائر ومغرب. بس الجزائر اكتر. يعني الدنيا مقلوة في الجزائر ومغرب بس الجزائر اكتر. فهم شايفين التصريح ده دليل ان احنا تظلمنا. بس هما شايفين الليلة دي. طيب. هسألك سؤالك سؤال. تتوقع? تتوقع. فرق مصرية لما تروح الجزائر هيستقبلوها ازاي? بعد التصريح ده. ما تتوقعش ان موضوع سهل. موضوع صغير. لأ. تحيبقوا متحفزين ان انت شايفين ان انت ظلمته. فهم ازاي? طيب. تاني انا بقول لك كابتن فاروق جعفر ما كانش يقصد. خلي بالك هو كان بيتكلم في اخر البرنامج. مش انا شايف ان هو مش قصده ان هو يولع الدنيا او كده. ده كان تصريح وخلص. يعني فهم ازاي? الرجل يتكلم في اخر البرنامج وخلص. فانا مش بحمل فاروق جعفر المسئولية. انا مش بحمل حاجة. انا بشرح لك واضح. الدنيا ماشي ازاي. الجزائر مقلوه بعد تصريح ده. بس انا بس عاوز اقول حاجة. في الاخر. خلي بالك. اه ده انا عاوز اقول لك حاجة. انا عاوز اقول لك ان صحيفة النهار. صحيفة النهار دي صحيفة كبيرة جدا. منزلت التصريح ده على طول. ما استنيتش قامت منزلت تصريح ده وقالت لك فاروق جعفر ومش فاروق جعفر. في الاخر انا بس عاوز اقول لك حاجة في صورة الجزائر مصر وقفت مع الجزائر وقفة جامدة جدا قصاد دول كبيرة جدا في الوقت ده قصاد فرنسا والموضوع ده عمل لنا مشاكل يعني مصر دفعت تمن انها وقفت مع الجزائر بس خلي بالك بالحاجة ان الجزائر بعثت لك قوات في 73 في اكتوبر 73 تحارب معك اسرائيل فدي حاجة كتبيرة جدا وخلي بالك ان في ناس منهم ماتت يعني في ناس من الكوات دي ماتت في مدينة السويس الراجل اللي مات ده مات عشان هيدافع عنك فخلي بالك ان الدم واحد بقى يعني انت دلوقتي مش بتتكلم في فكورة وبتاع لا بس خلي بالك مهما اختلفنا الدم واحد في الاخر الراجل ده مات عشانك وانت دفعت تمن عشانه يارب انصر مصر ويارب انصر الجزائر اشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة